مع نوع اخر من الدوال المشهورة اسمها الدلة المتعددة التعريف احنا في الدلة المتعددة التعريف تلجأ لها اكتر من تعريف بنعوض في العدد في الجزء الذي يحقق شرطها يعني مثلا هذا السؤال الدلة دي دلة متعددة التعريف لها 4x بس بشرط لها 60 بشرط لها سالب 6x بس بشرط طب نشوف السؤال بيقول لي دي دلة متعددة التعريف المطلوب عاوزين قيمة الف 5 فانا بشوف الخمسة تقع في اي شرط فلاحظ اني الاكس اكبر من الصفر واصغر من الخمستاشر يحققها هذا الشرط يبقى اخد الدلة الموجودة وعوض فيها يعني نقوله الدلة fx بناخد عبارة عن الاربع اكس الان المطلوب f5 اعوض محل الاكسة هذي بالعدد خمسة فناخد الاربع ضرب خمسة الناتج بيساوي ايه بيساوي العشرين وطبعا بنختار الاجابة با وهي العشرين ترجمة نانسي قنقر